موسيقى دوري أبطال أوروبا التشامبيونز ليج الإثار القوة المتعة هارم كرة القدم تستمتع بالفنية تستمتع بالتقتيك تستمتع بالتغييرات تستمتع بالجمهور تستمتع بالإخراج تستمتع بالملاعب مانشستيتي وأكتتيكو مادريت قلت أنه المباراة إن طلقت تتم أو كملنا الشوط الثاني تاع المباراة الأولى ضغط سيطرة واستحوات لبيب غوارديون ومانشستر سيتي على سيميوني سيميوني يلعب ضغط في منطقة جزء انتهاء وكذلك ضغط في منتصف الملعب يعني ضغط منخافض نوعا ما وكذلك الرجوع إلى الخلف وتكديس الدفاع في الخلف يعني لعبين هذي وهذي سيميوني الخطة الفكرة اللي يدخل يلعب بها هو أني ما نتلقش هدف في الشوطة الأول هذي هي الفكرة اللي يدخل بها سيميوني أني ما نتلقش هدف في الشوطة الأول وإذا قدرت نسجل من مرتدة الحاجة مليحة الشوط الثاني يقولوا نلعب على المكشوف وإذا تقبلت هدف يعني هذي مغامرة أني ألعب وأهاجم لأنه أنتليكو مادريت باشي تأهل كان أو على الأقل يتأهدل كان لازم عليه يسجل هدف كما قلت مونتيساب سيتي ادخل بوماسي الهجومي محرز على اليمين بيرناردو سيلفا على اليسار كذلك شفنا دي بروين كمهاجم وهمي وخلفهم شفنا كل من أو دي بروين فودين كمهاجم وهمي وخلفهم كل من جوندوغان وكذلك اللعب دي بروين تعرفوا أنه خيسوس مصاب وكذلك جريليتش جلس في دقة الاحتياط وستيرلين كذلك كان في دقة الاحتياط أكيد رودري هو كما نقوله هو اللعب المسترجع كما نقوله يحمي ظهر كل من دي بروين واندوغان وشفنا الأظهرات مونشستر سيتي كل من واخر وكذلك كانسيلو معظم الشرط الأول كانوا يلعبوا كأجنحة يعني كانوا يديروا الإضافة والزيادة العددية في المنطقة الهجومية فريق مونشستر سيتي مونشستر سيتي يعني في الشرط الأول تخيلوا أنه سدد ثمان كورات كاملة مش المرمى لأنه كانت تقريبا أربح كورات مؤطرة وأربح كورات خارج المرمى محرس أكيد كما شفته كان أساسي المستوى تاعه كان يعني ما نقوله على الطريقة اللي لعب بها فريق مونشستر أو أرتيتيكو مادري تكدس في الخلف محرس كان آرابي أنه كان جيد فقط أنه مونشستر سيتي علائي به ما عارفوش كيف يصلوا إلى المرمى لأنه الضغط من مونشستر أو أرتيتيكو مادري كان كبير جدا الدفاع كان متكتل والفكرة تاع مونشستر سيميوني كما قلت لكم أنه الشوط الأول ما يتقبلش هدف تخيلوا أنه فريق مونشستر سيتي رغم الفرص اللي أقدر أنه يصنعها لكن كان ما كانتش فرص خطيرة بدرجة كبيرة جدا كانت منها كرة اللاعب محرز في الدقيقة الواحد وأربعين وكما ريالة سحرية الساحرة والنائمة تاع مونشستر سيتي أكيد كلكم شفتوها كذلك مراوغة ناجحة نعطيكم يعني الكرة تاع محرز شاهدوا يعني المراوغة الناجحة للاعب محرز مراوغة ممتازة جدا مراوغة رائعة جدا شوفوا حتى هذا المدافع البرازيلي حتى أنه يضرب في الأرض يعني مدافعين مونشستر سيتي أو آتيتيكو مادريد باش تتراوخوا بهذه الطريقة مش من السهولة مش من السهل أنك تدافع مدافع أو تتراوخ مدافع من آتيتيكو مادريد لعبين يلعب بشراسة يلعبوا بقوة يعبوا بعنف يلعبوا شدوا حتى فودين تخلي العب في معركة تخلي العب في حرب من الدقيقة الأولى فودين يتعرض بالضرب كذلك المراوغة الأخرى كانت من واخر شوط كامل سيطرة لمونشستر سيتي نجح في لاعبيه نجحوا في مراوغتين فقط واحدة لرياض محرز والأخرى لواخر كما قلت لكم رياض محرز تمارية سحرية نائمة طام بها وكادت أنها تجيب هدف ضربت في العريضة وبعدها جاء كذلك اللاعب بوندوغان براسو وضيحها الشوط الثاني الشوط الثاني الأمور انقلبت تماما الشوط الثاني معرفناش هل هذا هو مونشستر سيتي وهل هذا هو السيليكو مادريل اعتقد انهم غيروا الأقمصة اعتقدت غيروا الأقمصة الشوط الثاني شفنا الوجه يا سيميوني يا سيميوني انتهى يا خورة اللي تلعب بها ضغط عالي هجومات منوعة ومتعددة بيب غوارديولا وكأنه حبس يعني قاموا بعزل أهم شيء داره سيميوني انه عزله دي بروين لما تعزل دي بروين في الوقت تنتهي كل هجمات السيتي كذلك الخطأ الآخر اللي ارتقبه بيب غوارديولا انه دار بيرناردو سيلفا على اليسار لما دار بيرناردو سيلفا على اليسار يا غوارديولا قتلت الفريق تلك لانه بيرناردو سيلفا هذا الموسم من افضل اللاعبين في مونتشا سيتي لاعب متحرك خلف المهاجم ويلعب بدرجة كبيرة يتفاهم على محرز لما يميل على اليمين ويدير مثلث محرز بروين وكذلك بيرناردو سيلفا ولا بيرناردو سيلفا محرز وكذلك واخر لما يسعد لما اديتوا على اليسار اعزلتوا تماما يا بيب غوارديولا خاصة مع ضغط الشرس للاعبي أتيتيكو مادريت تحول المباراة الى بدانية بيب غوارديولا الامر الان اللي ستقتل به الفريق تاو وهو التغيير الغريب نعرف بانه دي بروين قدم مباراة كبيرة جدا لي برهول دي بروين كان نوعا ما منهب تعبا لكن تخرجوا والمباراة شفتها بانه تحولت الى مباراة بدانية واجدار بيب غوارديولا واجدار دخل ستيرلينك تغيير امان انا استغربت منه تغريب ما عنده حتة معنى زاد قتل الوساط التاعو وزاد قطي تيكو مادريت تسيطر على المباراة ممكن بيب غوارديولا ما كانش ينتظر انه سيميوني يكمل الشرط الثاني كامل يهاجم يقول لك ممكن وقت قطهم يعود يرجع يخبش يتلاقى الهدف لكن واجدار دخل استيرلينك في مكان دي بروين كان خطأ قاتل نعزل المحرز ونعزل بيرناردو سيلفو وحتى فودين مع يعني الضربات اللي يتعرض عليها كان تعبان وزاد تعب هنا كمعجضي어요 في شرط الثاني كان يستحق على الاقل ليسجل هدف وكان يستحق النه انه ما قلش انه يستحق التأهل لانه في المباراة الاولى il D Gallagher ما يستحقش عليها التأهل ابدا ومش عده جال شوط من شارجوات انه il di mar Patch يستحق التأهل نعم شوط الثاني il di take commander يستحق انه يسجل هدف لكن لا까지 الايستحق التأهل كما قلت عطفا على اداء المباراتين معك بعد ذلك غورديولا دار تغيير قدر يسن فيه نوعا ما خطأ الوسط وكأنه تفطن للخطأ اللي قام به ودخل اللعب في رنالدينيو وبالتالي ارجع يعني التوازن لفريق مونشيستر سيتي لكن رغم ذلك مادريد بقى يهاجم بقى يرعى في الامام وكان يعني يعدل النتيجة ولتنتهي المباراة بسفح مقابل سفح ويتأهل نادي مونشيستر سيتي اللي راح يواجه نادي ريال مادريد في او بعد اسبوعين من الان اذا قلت مونشيستر سيتي اولا ما ننسوش بانه كان بعد او اقفلت ايام امام ليفربول مباراة قمة مباراة في الدورة الانجليزية يعني اه نارية هنا السؤال يرجع الى الاتحاد الانجليزي غريب هذا الاتحاد الانجليزي يعني اه هو يعمل ذات الاندياتها ومفهمش يعني مونشيستر سيتي عنده مباراة مهمة جدا امام اتيتيكو مادريد مباراة بدنية مباراة التعب وفان كان خارج من مباراة مع آتريتيكو مادريد يروح يدير له مباراة نيبر بول يوم الثلاثة أو يوم أحد غريبة على الأقل كان يرعب السبت باشتعطي لهم على الأقل يوم راحة المهم كما قلت مبروك لأنصار مونشستر سيتي ولمحبي رياض محرز لعبنا أكيد حجازين وحاضرين في نصف النهائي بلعبين اثنين إن شاء الله إذن هذا ما يخص الفريق المباراة مونشستر سيتي وكذلك آتريتيكو مادريد عشرة هو فوتلايف مع المسابقة أحبتي دمتم في رعاية لايو حفظه تصبح هنا على خير صح أصحوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة